طبعاً أيام مهمة جداً في تاريخ بلدنا والحقيقة أنه إحنا على مدار سنين كتير ويمكن يعني 10 سنين أو 11 سنة ريفاته ما كانتش سنين سهلة إحنا بنعدي بأزمات مئات الأزمات يمكن لكن الشيء المشترك أنه البلد دي وقف على رجلها الشعب والقيادة وجميع المؤسسات إيد واحدة قدام كل المشاكل بلدنا ويمكن من 10 سنين الناس كانت بتقول مش هتعدي من هذه الصعاب حوالينا العالم كان بينظر لمصر وإزاي البلد دي هترجع تستقر وتوقف على رجليها لكن الحقيقة أنه إحنا قدرنا نعمل ده وشفنا مرحلة جديدة كمان من التاريخ العنوانه هو الجمهورية الجديدة بكل ما حدث فيها خلال السنين اللي فاتت وده الحقيقة حق بلدنا علينا هذا الوطن يستحق دائماً أنه إحنا نقدم له الأفضل لازم كشعب نكون عارفين نقدر يعني إيه أن إحنا نقرر مصرنا شكل المستقبل من خلال إيه؟ من خلال سندوق الانتخابات هو ده الفايصل أنه حضرتك تنزل تشارك تقول رأيك تقدر أن أنت تحدد شكل وملامح هذا المستقبل مستقبلك ومستقبل ولادك من خلال مشاركتك واختيارك للمرشح اللي حضرتك مقتنع به وربنا يولي من يصلح لكن إيه المهم؟ المهم أن حضرتك تمارس حقك الدستوري في حرية تامة تختار يقود هذا الوطن لسنوات قادمة والحقيقة أنه الموضوع هنا مش متعلق بالنتيجة ولا بالمرشح الرئاسي إنما بحيوية المشاركة أنك تقدر أن أنت تنزل في بلدك تمارس حقوقك السياسية والبني آدم والإنسان المصري يشعر أنه شريك في صناعة المستقبل ولو جزء من هذا المستقبل ويمكن إحنا مؤخرا نشوفنا تجربة الحوار الوطن وقد إيه هذه التجربة اللي كان الهدف الرئيسي منها هو أنه نطرح أفكار وإن كانت أفكار مختلفة حوالين قضايا بتهمنا نعود على طاولة حوار يكون في طرح للمشاكل اللي بتواجهنا كدولة ونعود نعرف يعني إيه قيمة هذا الحوار قيمة الأفكار لما تطرح على طاولة الحوار مع اختلاف هذه الأفكار لكن خليني أرجع هنا للي قاله سيادة رئيس لما قال الاختلاف لا يفسد للوطن قضي لأنه إحنا قضيتنا واحدة لكن نعود ونتشارك الأفكار ونقدر نختار فكرة وتسمعها القادة السياسية ونشتغل عليها يمكن ده اللي كنا مفتقدين وعلشان نكون على الطريق الصحيح إن إحنا نبني مستقبلنا ونرسم ملامه لكن بكل تأكيد الأجيال اللي جاية تستحق مننا إن هم يشوفوا مشهد انتخابي يلق بالبلدي ويمكن التصويت في الخارج الحقيقة كان شيء يفرح الوعي اللي المصريين في الخارج ورواه للعالم كله ملحمة الحقيقة بلد وقفة إديها في إيد مؤسستها بتوري العالم قد إيه إحنا ناس إيجابيين إحنا طول الوقت لأنه الناس بتنظر لنا وبتنظر لبلدنا يعني شئ طول الوقت طول الوقت بفخر مصر بلد كبيرة وده قدرنا الحقيقة لأنه قيمة هذه البلد دي قصدها مسئوليات كبيرة مصر دايما شايلها ومشهد المصريين بالخارج والتصويت بالخارج الحقيقة يدعو للتفاعل بشكل كبير جدا إحنا عندنا الحد والاثنين والثلاث من عشر ديسمبر لإتناشر ديسمبر دي الانتخابات في الداخل وده إن شاء الله أنا متفألة بيه لأنه أنا بقيت حتى شايفة إنه أولياء الأمور بيحكوا لولادهم عن الانتخابات وإزاي الانتخابات دي بتتم وليحنا بننزل الانتخابات وليه لازم ننزل الانتخابات وليه لازم يكون عندنا وعي سياسي لأنه العالم حوالينا كله بيشهد تحديات مختلفة والصراعات والحروب بقاليها أشكال عدة فالجيل ده يستحق مننا نحن نديله الثقافة والوعي السياسي اللي يقدر به يشوف قيمة بلده وقيمة رئيس بلده ما بين الشعوب فمهم جدا هذا الاستحقاق الانتخابي اللي احنا دخلين عليه واحد من أهم الاستحقاقات الانتخابية طبعا هو انتخاب رئيس مصر وخلينا أقول لحضراتكم أنه مسألة ان احنا نشوف المعارضة اللي بتطرح أفكارها وحلولها للناس ده مكتب كبير جدا الانتخابات في حد ذاتها بغض النظر عن النتيجة مكتب سياسي هام جدا في مصار هذا الوطن الغالي علشان كده صوت حضرتك مهم وفارق